نستكمل محضراتكم مشاهدين الكرام هذه المجموعة من الأخبار ودلوقتي هنتكلم على إن فازت ابنة مصر المصورة مونة حسن بالمركز الثالث في مصابقة أرض الفسيفساء الدولية والي وقيمت ضمن فعاليات المهرجان الأردني العربي الثالث عشر للصورة الفوتوغرافية عشرين اتنين وعشرين شاركت مونة في المصابقة بمشروع المحاجر الجيري وسبق أنها كسبت بالمشروع نفسه في ثلاث مصابقات عالمية واحدة في نيويورك وهي من أرقى مسابقات التصوير الفوتوغرافي في العالم أيضا الميدالية الفضية في مسابقة توكيو الدولية باليابان وبالمركز الأول بجائزة الشيخ سعود الثاني الدولية في قطر